ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين وعندنا فقرة النهاردة طاجن لحمة ضاني طاجن بامية باللحمة الضاني ورز وبتنجان أنا بصراحة من أسبوع كنت بفكر يعني أعمل ضايت بس سامحوني النهاردة مش هينفع حنشوف الشيف بتاعنا ليلة مكرم هتورينا هتعمل إيه؟ نورتينا هتأكلين إيه النهاردة بقى؟ هأكلكم إن شاء الله طاجن بامية باللحمة الضاني في الفخار ورز عبيض مبهر وبتنجان نخلل كده على الطريقة بتاعتي هتعيدكم إن شاء الله طبعاً في الفخار بيبقى له طعم تاني خارج طبعاً طبعاً أول حاجة خلطة لولة إيه بقى خلطة لولة؟ البامية عملتها زي بقى خلطة لولة بقى قولنا البامية أنا حاطت الأول البصلة مع لقى زبدة وحبت زيت وبعدين بعداً ما هي دخلت صفارك كده رفت حاطة معلقة طبعاً الطوم بالفلفل الأخضر عشان تديها ريحة الريحة من ناحية الريحة كلنا شمينا الريحة من بادر كلنا شمينا الريحة خام الله وبعدين بنزل بالبامية الأول مش بالطماطم بنزل بالبامية الأول أقلبها معيها تقليب تاني يعني مش كتير وبعدين بنزل بالطماطم عليها ومعلاقة صلصة وبعدين بقى ببهرها أهم حياة كصبرة طبعاً نشفة وكمول وورقة لوري حابة فلفل أسود مش كتير والملح التاعي طبعاً بس والطشة دي سايبائي الطشة دي الأكيرة لا أنا هبحط قرنين فلفل معيها قرن أخضر وقرن أحمر عشان يديها طعم كده في الطاجم بيبقى على الوش بيبقاش كرم حلو قوي وبطعمهم جميل هنا بقى اللحمة أنا بحمرها كده الأول بديها صدمة وقصبها لغاية لما تحمرك كده خالص وبعدين ننزل عليها بقى بإيه؟ بالمية السخنة بتاعتها لازمة المية سخنة عشان الأنسجة بتاعت اللحمة تستوي معي بسرعة لو قدتها مية ساعة هتخلي الأنسجة ما تستويش معي بسرعة وأنا مش بحطرة ملح خالص أنا بملح البامية وبنزل بها هي على البامية تتملح فيها بقى لو ملحتها من دلوقتي برضو الأنسجة مش هتستوي معي بسرعة يعني أنت بتتملح البامية بعد ما تستوي؟ لا أنا ملحت البامية اللحمة لازمة خلاص وهي دخل على ثوة تتملح يعني الملح بيأخر ثوة بيأخر ثوة والمية البردة تأخر الثوة آه تمام تبقى مية دافية يعني آه تمام لا لازمة تكون صخنة صخنة بتغري آه يعني اللحمة بتتحطي من غير أي حاجة كده بتستوي من غير أي حاجة وحطت فلفل أسود بسيط دي خلطة لولة بقى ولا ايه؟ آه دي خلطة لولة وخلطة جدتنا يعني ولسه طشة لولة آه على فكرة طاجن البامية باللحمة الضاني آه والرزو بتنجد المخلل بيفكرونا بالدفى والأسرة طبعا طبعا كنا كل يوم جمعة بامية وملوخية آه بامية وملوخية آه بامية وملوخية طبعا تشام الريح طبعا أنا عايزة أقول بصراحة أم عاجبت تتعم بقى أم عاجبت تتعم بقى انشاء الله يعني أنا مسك نفسي بالعافية خلونا لا يا مشاهدين انتو عارفين ان البامية أصلا أصولها كانت في أفريقيا وعارفين ان البامية اليونانيين كانوا بيطلقوا عليها باماكي باماكي آه والمغربة بيقولوا عليها ملوخية والتوانسة والجازائرين بقولوا عليها إيه؟ قنوية قنوية دي بلدنا إيه؟ قنوية لا فإحنا انتو سعيدة بقولوا عليها الويكا الويكا دي الويكا دي بقى المرة جاية إن شاء الله عمي بقى ويكا حلوة أولا البامية حاكتين في بامية بتعطي تنشي بتعطي سنة مثلا آه دي بتاعت السعيد دي اللي اسمها الويكا بقى النشفة إنما دي بامية خضر بيضربوها في الخضرات يا شيف ليه؟ لأ بيجيبوا حاجة اسمها مفرق مفرق بيجيبوا حاجة اسمها مفرق وبعد طبعا ما بينشفها في اللحبان بيخيف كده دبارة بتتعنى تنشف دي سعيدة ونحط على المون بقى اه طبعا احنا بقى نعملها وخضر بنخرط البامية نفسها ونسويها في الشربة ومع طبعا حب التوم وبعد كده نعملها طشة زي الملوخية بالقصبرة والنشفة والنشفة دي الويكة الصعيدي بقى كده اه دي الويكة مصري اللي هي البامية الخضرة الويكة الصعيدي بالنشفة البتقعد بالسنى اه يعني احنا دي كده بامية خضرة دي بامية خضرة اه احنا مقمعينها وواصلينها دي كده اولي اما تيجي تغسل البامية يبقى فيه مخاط كده مقسلها قبل تأميع لو غسلتها بعد تأميع بتعملك المخاطة عشان بتبقى مفتاحها في ناس بعد ما يأمعوه يحط على مية متغلي؟ في عشان خاطر يشيلوا المخاطة زي مثلا الولئاس برضو بيعملو كده انا من الناس برضو لي مش بخسل الولئاس والبمية بخسلها قبل ما أمعها عشان ما تعليش معي بتأمعي البمية؟ اه طبعا انا اللي بمعيها بنجيب الاكياس الجاهزة لا انا اللي بمعها